الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الآيات من إطناشر لتزعتاشر من صورة لقمان وفيها فوائد عظيمة وفيها عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد وجزى الله خيرا الشيخ على ما ذكرنا به وذكر إخوانه وأسأل الله يكتب ذلك في ميزان حسنات الجميع في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نجد ذلك إن شاء الله تعالى وأنا ما ذا رقيف مع الآيات كلها وما ذا رسائر بالناس لكن ذا رقيف ثلاث وقفات الوقفة الأولى أن لقمان كان حكيما لقمان كان حكيما والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم يكن نبيا ولا رسولا وإنما كان رجلا حكيما هكذا رجح بعض أهل العلم وذكروا في ذلك الأقوال الأخرى وذكروا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه كان رجلا صالحا وكان حكيما رضي الله عنه دي مسألة وظهرت حكمة لقمان في وصيته لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله قبليا قال ولقد آتينا لقمان الحكمة والكلام ذا جماعة أنا ذكرته لأنه فيه رد على كثير من الجماعات والطواف بل وعلى كثير من الناس اليوم في المساجد وفي غيرها من تتكلم في التوحيد والعقيدة ولكن تفرّكت الناس وما من الحكمة تتكلم في الموضوع ذا موضوع التوحيد والموضوع ذا ما من الحكمة ونحن من راعي الحكمة والكلام ذا بتلقاه عن عوام الناس كثير من العوام من الجهل وبتلقاه عن جماعة الإخوان المسلمين قولك يا أخي دا جنو طوالي توحيد توحيد لما واحد أخو مسلم في البلد في رفاعة سواد خطبة الله يتقبل نزلتها تحت قال المسجد دا قال السزول التوحيد بناوه وزول عيانة نعارفه وبعدين قال المسجد دا زا تتبنى للتوحيد لكن توحيد توحيد الكلام دا وراه وراه فتنة وراه أيدي خفية وانتو مدعومين وانا جاي بيه مقدود هو بيه عملة وزاته عمك دا ذاته والله مقدود لاز هذا وزي قدته قاعد وقال وراه أيدي خفية دا عمك دا ذاته وقالوا القريب نالله يهديه مرقوا الناس التانيم إنهالنا ذاته ردموه قالوا ازول الله مهالو كلام كثير جدا ولذلك الآن الإخوان المسلمون تلقاه وغير حتى في المساجد بعض الناس قل لك طوال توحيد توحيد الموضوع دا جماعة قالوا للعنبي زمان والله رب العز والجلال قال عن قوم نوح قالوا لنوح عليه السلام يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا كترت علينا في موضوع التوحيد ذاته فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أنوح عليه السلام رب العز والجلال ذكر عنه أنه رد على قومه كما في سورة يونس يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون والرسول عليه الصلاة والسلام في نفس السورة في سورة يونس قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون والناس يلشوف عندهم تناقض غريب جدا اجي ذاك بتاع الفقه كل مرة موضوعه في الفقه التيمم والطهارة وده من الدين أنا ما أنكرناه وقاعدين نتكلم فيه والله يتقبل من نتكلم كي زي ما قال الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الواسطية قال ديل تلقان سنين طويلة يقول لك متني كذا ومتني كذا ومتني كذا قالوا وهي متون عبارة عن كلام وليست قائمة على الأدل من كتاب الله ولا من من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امض في السنوات العديدة والطويلة قال بينما طالب العلم إذا درس النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة يتقدم في العلم دلقاه السنين طويلة المهم ده بيتكلم في الطهارة فترة وكل مرة الطهارة والطهارة وموضوع الطهارة ما فزول بيقول لك أررت الموضوع ما ف ده الفنان تلقاه شغلت الفنانين ده موضوع مر بس الفنانين كلهم موضوع شنو في فنان يتكلم في التقوى قال اتقوا الله ويا ناس واتقوا الله بيقدر يقول كلام زي ده غض بصركن موضوع عويناتك كريعاتك بس بيناتي بس ده ياهو الموضوع ما لقين زول قال الفنانين غيروا موضوع كن لقا كتا ما ف نازي كل امشوا السوق بتاع الموز كل يوم شغلت موز كيلو الموز بالف كيلو نص بالف وزول ما بيزالو بعشرة وبهنات تعال عجور ما بزول قال لي كررت لنا المروحة كل يوم افتحوها تسكسك سيك سيك ما في يوم قفلوها قالوا ازعجتنا اتا مما تتكلم في التوحيد وترغم الناس في الله تعالى وتدعون إلى ترك الشرك والتوجه إلى الله فوال الدنيا تقوم عليك ما تقعد موضوعكم توحيد وما توحيد والدين دفعو غير التوحيد شنو اصل غير التوحيد والاتباع ولوازم التوحيد ولوازم الاتباع في شنو تاني ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بعضين بيقولوا الحكمة وما الحكمة ديل موضوع شنو مش الاخواء المسلمين ديل اتا موضوعك شنو انا دار اعرف موضوعك اتا شنو اراح اخرجه حاسد من الحكمة نحن ما حصل بسببنا دم دور ما اقول للناس امرقوا وبنادق ادوروا وموتوا ونحن قاعدين ما في كلام زي دا الاخو المسلم اراح اخرج وسوي في الفتن في البلد وهم السلطة فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلافنا انت بتاعزر لك زول في شيء الله ما عذره فيه سبحانه وتعالى الله عذر زول في الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وفي آية اخرى ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما فلذلك يا جمعان احنا ما ذهل نضيع زمنكم دا الموضوع شفت التوحيد دا ودي الحكمة ذاته لانه دا حكيم انت يا اخو مسلم الحكمة اثبت لكم انا دا العارف الحكمة لا اثبت لكم دا لقمان دا بشهادة القرآن الله سبحانه وتعالى اثبت له الحكمة ادعى للتوحيد وحذر من الشرك وحذر ولد من الشرك واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا ابني لا جشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم شكأة اي داعي الى الله سبحانه وتعالى يزعم انه يدعو الى الله او يدعي انه يدعو الى الله تعالى وما بتكلم في التوحيد ولا بفصل فيه ولا بناقش القضايا دي او الله يبي ضيع في زمن الناس سايح انه ليه لانا لو دكتور جاني زول عنده زائدة وعنده نزلة والزائدة مضايقاو والنزلة مضايقاو باشتغل بياته مش بس زائدة الشغل لجوه بفجر الشغل لكل جوه بفجر له المواضيع الجوه دي كلها انت بتشتغل بلا همه زول عنده مرض مهلك ومرض خفيفه ابتلا خفيف تهتم بياته اسئلة عربية زول جابوا ليه عربية فيها اللمبة مولعة واحد واحد مولعة وفيها مشكلة جوه في المكان ذاته المروحة ما شغالة والمكان عاملة كيف وما بتعشق والكلتش قالب والشغلة مبلبلة جوه تشتغل بياتوتا تشتغل بياتوتا تشتغل بيات المكان ولا اللمبة دي ما في لمبة تاني جغالة تبا تفهم ذاته في العربية ما عندك فيخي بتاع لمبات وعربات اتا الدين دا زول لو لقى الله سبحانه وتعالى عقيدة من حرف ذاته يعني حسن لو عمل صلى صام زك حج ما مقبول لانه في النهاية دي كيف وكيف الموية نخرتها وفي النهاية واقع قال لش برمية انتهت ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يغل رسول عليه الصلاة والسلام في مكة الله بعثه وبعثه إلى الناس عامة وجميعا الناس الرب شغال والخمر شغال والفواحي الشغال والكتل شغال والظلم وضياع للأعراض وووو وإلى أشياء كثيرة وجفنوا البتحية وطوفوا بالكعبة عراية وصلوا صلاة ذاته وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصديه شغالين صفروا وصفقوا صفيروا صفيق شغالة كلامة بلبلة أول شي بدأ بجنو واستمر عليه وطلعتاشر سنة شنو وبدأ بالتوحيد دا ودي العقيدة ودي أهم شي ولاحظيه زول في المسجد ولا بر المسجد تدين نصوص ما إقباله أعرف عنده خلل في العقيدة أول شي خدت في رأسك مما تدين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدت دوله ليك لا لا ونحن ويتو أفهم مننا يا دول قال الله لا إيتو أفهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتو جيت من وين هبش العقيدة بتلقاه تعبان فيها تلقاه عقيدته في فكي ولا في شيخ ولا في كذا ولا في كذا واحدين عاملين ظريفين وياك أمولانا أنا ما بنادي الشيخ كويس وما بمشي للدجال للرائحة كويس وما بعلك حجاب تمام أها تعالف في غير الله يقول لك لا لا الله بس يعني موحد موحد تمام الصوفية كيف لا لا ما دارها بشون لا لا في خلل لا النازل أنا ما دارت صلى الله يا مولانا هم براون وانا براي وانا موحد لكن ديل شيخ الفوزان قال في نواقض الإسلام قال هذا لا يكفي كونه تدقلنا ما بعادي أهل الشرك وانا ما بتبرأ منهم وانا كذا دا ما يكفي لأنه جماعة لوزول قال أنا ببر والدي أبوي أمي ديل ببرهم تب واجب لهم ما شاء الله من الصباح اللكل والشراب وشاي اللبن بجعيهم تمام وما شاء الله بمشي السوق بشتري لهم ملابس والوالد دا كان عيه سايب ودي المستشفى وكان قال لها حاجة بجيبه ليهو أيوة انت ماشي كويس لو جيت لقي الزول قاعد يكفت في أبوك بدمس فيه يا حاج والتر بديهو يا حاج قوم على حيلك وبديش اللوت بتخليتها مش ساي تقول أنا ببره ولا دبت جيه وزاته دا ما من البر بتخليه دقه ولا بتقيف ساي بتقيف ساي تقول لا ما دائر مشاكل معاهو وأنا ظريف لكن ببر بغادي تبر بغادي كيف تبر بغادي كيف لو لقيت أمك ما شاء في الشارع عجوزة شايلة العكاز واحد بتفره من وراء في الطين برمية تقول لا أنا ببرها في البيت ومش ولا دا برضو بتقيف ضده دا جماعة معروف شي معروف انت بتحب زول زول ساء للزول دا انت ما بتخليه لأنه بتحبه لو بتحبه بحق لله المثل الأعلى تب تقول أنا بحب الله وبوحد الله وبعظم الله سبحانه وتعالى وناس بسيء لأ الله جل وعلا يؤذون الله ورسوله باللسان ولا يضرون الله ما بضروه لكن يؤذونه بلسانهم سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى كلام بل لسان وكذا وبأحيانا بل فعل يفعل الشرك وكذا ولا يضر الله شيئا لكنه يؤذي الله سبحانه وتعالى بلسانه وبفعله وبعقيدته تقول لا 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 أنا ما عندي به شغالة وأنا بغادي بعبد الله لا ما بكفيه قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر الآيات يا أخي إبراهيم عليه السلام رب العز والجلال قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ده الفيصلة جماعة لازم الولاء والبراء ده ضيع الجماعات الحزبية دين احنا ما نشوف ما مجامل الازول ولا مداهن معازول ولا عشان فلان ولا علان لأننا بنراع بعض الحكم لكن هذه برضو بنكشفهم هنا بنكشفهم هناك بنكشفهم بأسماء كل مقام ما قال حزبيين دين ناس هؤلاء الحزبيون المرض دين اتقالت ضيعون شنو من أشياء ضيعات إنه مساءة الولاء والبراء عندهم في خلل كبير جدا نزول للشرك ما شئين نتغدى معاو نتعش معاو ويجي نكرمه تكرموا كيف الله قال في القرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أنا وما منهم ولا أبقى معاهم ولا علي دين لكم دينكم ولي دين موضوع وزول بغضب الله سبحانه وتعالى بيأكل بإسم الدين يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله زول يأكل في الأموال بالباطل ويصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وضد الدين وبإسم وحابية وجماعة كذا وكذا يصد الدين ذاته ما ذاهله الآية الحديث ماذا يرؤ مرة في إرفاع أنا كنت عريس أخواننا ذيل عزمتهم في العرس أو وكراذاب جاءنا جزاء الله خير قلنا لا تطلع المنبر طلع المنبر في مسجد في البلد أول ما طلع فوق جاب الآية تكلم في الآية مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاء وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ويتكلم في الشرك وفي دعاء غير الله جزاء الله خير والله يتقبل مشا شوية تاني جاب الآية عشان طلع الفوائد يعني واصل في عمك مضايق تحت مضايق ضيق شديد زي الزولة اللي بعملوه في عملية وشايف وشروطو وشايف بعد شوية ضايق من الدكتور يا أخمد خلاص قفله سريع ومضايق عمك دا تقرب يبكي يا هسي ما جيبتها قال لك قبل شوية ما جيبتها تاني دارت اجيبها وما يجيبتها مضايق ليه زول عايب يضايق منها قبل شوية ما جيبتها قال لك تاني جايب تاني جايبة وما اصلوا بجيبها لك تاني واصلوا يجيبها لكم كذي شفتو لا يا تفزوا من البلد دي كان الله يفتح علينا تبقى صافية يا تبقوا كويسين ولا منشتغل فيكم رغية كذي بس شفتها رغية آيات وحاديث والله ناس يا أخ دعات شرك أنا مش ليون هاكل معاهم الرز يا أخ هاكل الرز معاهم وجايبي أمام الحرم داك فاشل برضو خطو في الحرم ابتلاء لنا نحن نصلي وراه هناك ابتلاء يعني ماك فر ابتلاء يعني برضو فاشل جالسودان بذلي جينا نحن يقول معنا كسرتنا دي والدغمة بتاعتنا والتركين داك والحاجة الحامضة بتاعتنا دي بذلي يقول ماشي معا ديلك ماشي الصوفية تالحرم داك هو أمو لجنو تقال زاتو الحرم داك هو أمو لجنو حرم دا زاتو قبل ما يبنوه الله قال في القرآن وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج بعد ذاك يجو الحج من دي دي أول شي تحذر الشرك بالله سبحانه وتعالى أنا ما ذار شتت الكلام وشتت الموضوع إلى آخره فأول فائدة جماعة إنه من الحكمة الكلام في العقيدة وفي التوحيد زال مما يوحد لو مات الليلة بازنوب دي مات بازنوبه تتحت المشياء إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه عندنا زنوب معاصي الناس يعني كلها يعني إلا من رحم الله عندهم زنوب لكن في النهاية نرجو رحمة الله ونتوب ونستغفر ونوحد الله لعل الله يتجاوز عنا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن الترمذ وصحاو الألبان في صيح الجامع من رواية أنص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني وفي لفظ إنك لو أتيتني بالأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أول شي في الآخرة شغلتك مجيهة تلاقي الله بالتوحيدة شغلتك مجيهة برحمة الله سبحانه وتعالى وفي الموت تمود على التوحيد أنا كنت عشت عليه بعدين تمود عليه قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ودي دعوة الرسل ودي هم الرسل يا أهو موضوع التوحيد ودي الحكمة ذاته همهم كلهم يا أهو موضوع التوحيد أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه في الموت ولا اسم فارق الدنيا بعد ذا دي الوصية لأنه هم التوحيد ما قال لون البقرات جاي هو وعملوا حسابكم في ما بعرف وانفلونز الطيور وانفلونز البقر وانفلونز الشنو ما بعرف والواطة دي ناصية خطيرة جدا ما تبيعوها مهما دعصرتوا يا أولادي أمشوا لأعمامكم يدينوا واطة دي ما تبيعوها والعربية دي مضلعة مضلعة بتاعة شنو وما بعرف وديل والجداد دا عليك الله ما تنسوه في ناس منسوا الجداد دا أمامك في الموت تستحضرون الاستحضارات زي دي واحدين يعقوب عليه السلام كلام زي دا ما عنده هم التوحيد والعقيدة لا سال من بقر ولا من غنم ولا من دنيا ما تعبدون من بعدي قال له أنت أنا بعد أموت بتعبد منه قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون مات مرتاح وكل الأنبي يوسف عليه السلام سألوه في السجن قال له رب العز والجلال قالوا ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء هذي سألوا من الموضوع ده ما سألوا الرؤية وجاوبهم في آية بعدين في النهاية جاوبهم واحد بيسقي أما أحده فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان في آية جاوبهم لكن قبل الآية ورون التوحيد ورون العقيدة وكذا يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار لدعوتنا جماعة لو دار تبقى بلاغاتي بتاع عفش وتمشي هناك والرز مردوم وهوك وإلى آخره وتأكل وتشرب ولا في ساي أمش لف لا في فضائل الأعمال والموية تشربها علي تلات من الدين ما انكرناه وكتاب الفضائل هو الرئاس صالح عند ذاته لو قرأته تشد بيجيه لك حاجات بيجيه لك لكن كتاب الفضائل وفضل كذا وفضل كذا ومن الدين لكن ما صح منه يعني من الدين لكن وين هو التوحيد وين العقيدة وين دعوة الرسل شيخ الفوزان قال الناس بيتكلموا في فضائل الأعمال والذي رفع السماء تسجيل صوت اسميه قال الذين يتكلمون في فضائل الأعمال ولا يتكلمون في التوحيد قال هؤلاء يضرون بالدعوة قال بيضروا ذاتوا ديل ذاتوا ناس فشلة قال لأن الناس إذا جاء من يتكلم في التوحيد قالوا كونوا كفلان وفلان أبقوا زي ديلك ناس الفضائل ما تجونا في المواضيع دي بتسوي مشاكل ومشاكل ليه أنا دا أرى عارف ناس مسلمين جون المسجد يتوضوا بعد الوضو بقولوا شنو دي ذاتوا بعد يختموا الوضو بقولوا شنو بسم الله هذا الوضو بعد انتهي الوضو بقول شنو دا دا بعد الوضو دا الزكر دا ذاتوا في التوحيد بعد يكبر الله أكبر الفاتحة دي في التوحيد هو من دعاء الاستفتاح في صيغة من الصيغ اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخره في صيغة تانية دا اختلاف تنوع ما تضاد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله شنو غيرك دا توحيد من دعاء الاستفتاح مما تستفتح تمشي قدام الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين نادل ما أصلوا ولو يكفي وراء ولو ذاتوا فيشنو ذاتوا بعد يصلموا طوالي أستغفر الله أستغفر اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذا الجلال والإكرام ويقولوا الأذكار سبحان الله ثلاثة وثلاثة والحمد الله والله أكبر ثلاثة وثلاثين ويقولوا بعده باختموه بشنو أنا دار عارف ديل باختموه بشنو بختموه بشنو لا إله إلا الله ده ما توحيد وحده لا شريك لو الى خيره ده ما توحيد بدع الدعال في البخاري ومسلم وفيه اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ده ما توحيد كله نهى ذاته وصلوا كيف ذاته تجد قل الله هنا البدي الله والبمنع الله وما في شيخ بدي جنة وما تنهى ذو شيخ في الشدايد يقول فرقت الامة وده ما من الحكمة انت الذكر اللي قلت بدأ جنو اللهم لا مانع لما عطيت ماذا ذاته البدي الله ولا معطي لما منعت ده ما ذاته البدي الله والبمنع الله وغير الله ما 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 لا يصادم الله سبحانه وإذا صح التعبير يعني ما بقدر يغير في امر الله في حكم الله الكوني شيئا تقول شنو ذاته ولذلك يا جماعة دي الحكمة ما يغش شكخ مسلم ولا غير ولا يخدعك الشيطان يوم من الدهر يقول لك جتة ابقى زي فلان وعلان ونوع للنازل وموضوع التوحيد ده قديم ويت لسه في التوحيد واحد من العلمة دل او من اخواننا مش العلمة من اخواننا اخونا واحد منهم اخونا شهاب حفظه الله وتعالى واحد قال ليت لسه تتكلموا بالماضي الناس طلعوا القمر قال ليت لسه قال ليت تطلعته القمر تطلعته تراه ويتا قاعد معانا حاتل في السودان ده هنا انت طلعت القمر ما طلعت قال له وغلا سنان ما طلعنا ويتا ما طلعت ما ياهو ذاته قاعدين سوا هنا دي يعني بعد تطلعت تعالوا ورينا قال لي نحن في كاميرات وفي حاجات التأسير نحن اتطورنا هزول قال له كاميرات وحاجات صريفة جدا والامور ماشا ينوذو موضوع كن توحيد وتوحيد وذول موضوع بدافع عن الله انت موضوعك بتدافع عن منا دار عارف زول تلقاه نفسه قايم يا اخ في النادي وتلقاه هائج وعروقه مشمطة وخشمه قرب الشرط كله بكورك انت عارف ايشنو مسي ده الله خطير داك يقول له لا كريستيانو خطير بتاه وده يقول له خطير بتاه يا هزول خطير ولا خطير ولا خطورة انا مالي ومالو انا دايل عارف ما اتت زهجان لي مسي وهائج في مسي وكريستيانو وفي ان هون ديلك ما راضي بك ذاته وموضوع شنو ده كريستيانو مسي ده موضوع شنو بلاستيك فيها وياخسك كنا اتنين وعشرين راجل بالغين ما بخجلوا بالباسات اقبضة بيجاي وجيبها بيغادي اتن مجانين يا ناس واحدين قاعدين بيجاي واحدين بيغادي واحد شايل له علم قال جاري حكم وده نفسه قائم ودداعات وكاميرات تصور وجرائد تكتب وناس تجيون صدمة سكري وناس ضغطوا النزل وناس يأكلون في حلاوة الحقوة الحقوة حلاوة سكري يا حلاوة بتاع شنو واحد بالعلي صف لانو بلعوه بيقول واحد ما بعرف عطشان يقول لك لا والله ما اشرب ولا جغمة الا اشوف نهايته شنو نهايته بلاستيك فيها ويا مسلم ما بتفهم بلاستيك انا بقول لك ده البلعوة حديدة ما بلاستيكة وفيها هوا ان شاء الله تتقدى يا خليم فيها واحد بتاع نحل ولا شي جدا شان نشوف لنا موضوع تلقى هايج في البلاستيكة دي نحن نهيج في التوحيد قضية نزل بها جبريل ستمية جناح نزل بها عظيمة قضية انت قال كلامنا ذا نهايته دنيا بس هنا كلامنا ذا جوا هناك نهايته يا جنة يا نهر اها كور تقديمتها وديك وين فيها كم حسن الكور فيها حسن واحد فيها سيئات ياخذ نوب نبز سب ضيع زمن قضيتنا لي احنا نهاية جنة ولا نار يا جنة يا نار بعدين انت بتجيب الحاصل لبعدين شكذي مؤمن اهل فرعون رب العز والجلال قال عنه ويا قومي ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لأكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة وانما ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم بعد تموت تعرف المنفع الكريستيان ومسي ولو انفعك التوحيد والسنة واتباع الحق ياخ تلقاه تعبان واحد تاني برضا برضو تلقى هاي والدولار ده وبيقى باربعين ويقول لنا ادتوا بتاع انقروش وهاي جدوا انا والله اسي بيقى بكم ما عارف وتلقاه وهاي والريال يا مولانا وزاد من عشرة ادت بتاع ريال وتقول لنا بتاع ريال ادت بتاع الريال والتشدد والايه ما في ايش يا ناس ولذلك الموضوع ده واضح الموضوع التوحيد ودي الحكمة اي داعي الى الله دي رسالة اقول لأي داعية داعي بلغ دين اتكلم في التوحيد والله الله بيرفعك ذاته والله بيكتب لك الرضا ولو شفت الناس الليلة نفروا منك يكفيك انك تتكلم في دعوة الانبياء والرسل يا كلب مش معا موحدين كلب جعبوا جنب الكهف جعبوا في القرآن كلب جعبوا في القرآن كلبهم باسط ذراعي بالوسيد قاعد برا قاعد برا الناس بيدعوا الى التوحيد الفتية اصحاب الكافة طيرة هدهد كلم في التوحيد الله جعبوا في القرآن يا اخو في سورة النمل جعبوا لك في القرآن كلم في التوحيد وغار للتوحيد ودي الناس غريبين يا اخو يا اي زول مشرك بتاع حجبات بتاع شيوخ بتاع فكيا لو راجل ولا مرة والله ما فيه خير ولا فيه نفع وزول سيء وزول كافرة لعشير اذا صح التعبير لانه ما ممكن الله يا اخي من الصباح تفتح خشمك من الصباح تتساءب كا ممكن يكفلوا لك من الصباح بصرك ده تفتحه روحك ترجع لك يا اخو الله يتوفى لانفس حين موتها والتي لم تموت في منامها يحييك من الصباح تشرب في الشاي تمشي السوق بكورعيك ناس مشلولين وتاكل وتجرب وتضحك وتربع في الارض وتملك ومال ودنيا واهل وامن ونعم ده كل من الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ده كل ما تشكر الله تشكر لك فكير بياكل يا اخ شطة تجرسه فكير اي فكير ادي شطة بعدين قابلنا ادي شطة وديو حمره خدرا فيها نفع ادي حمره يا اقول اقول لي رايك شنو تاني اديك اذا جغم بتاعت فنجان ادي اقول اقول لي قابلني بعد خمسة ساعات وريني الحاصل كيف لما قال لك عملت فينا عملية ما محمودة وانا معارفة ما محمودة وانا كان ما صحيحة من ده لورك انك ضعيف ساي يا اكل الشطة يا اخو جعان وياكل في العتان يا اخو في الارانب وبياض الشيء وكذبه قول لك انا جدي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني انت من اهل البيت اي اهل البيت حرام علينا الصدقة الصدقة حرام علي اهل البيت ولا ما حرام في حقه ان جائزة طيب بتاكل البياض ليه لانا معترفين ما من اهل البيت ما عارفين ذاته جينا من هنا الله يتقبل غايته لكن والله ما عارفين جينا من هنا الله يتقبل وارحمنا وارحم اهلنا دي الجد انا ما عارف ذاته لكن غايته الله كريم انت مش قلت من البيت او عكتشي صدقة انتظر الهدايا دي وزول ما بديك هدية مش انا قاعد في البلد دي بحرط وانتشد عليك هدية مافو صدقة مافو ما تاكلها مش منها للبيت خليك كدي بس وقلت لا لا ما منها للبيت طيب بتكطب على الناس تقول له منها للبيت ليه شاه يا اخي تحت المخدة يا اخ زي المرة الوالدة يا اخ يلملوك القروش المرة تراولتت بتدوها قروشات تحت المخدة مبروك وحمد الله ع السناء اتا ولا اتا جنو انا دار عارف اتا جبت لينا شنو في الحياة دي كلها كفاوي وبلاوي من الناس دي ما انو نيجي شغل شغل شنو الفكر ان دار عارف شغل شنو ساوي ليه بيتي اخ حدادي مدادي وعلاج زي ما قال لك تلتمية وخمسمية ومليون وتدفع له ووك الاخره وشايل له بخرات شايل له حطبات وبرتمانية بتاعت بتاعت مربة فاضية رامي فيها حاجات كذي وحاجات ما دردمة زي البرازيل وحاجات ما ما فرتقة وعيدان وزاتوا ديلك جابوا لنا السخرية من الكفار ديلك ايجي الكفار ديلك ابوار ديها ديلك ايجوا مغابر حمد النيل ويجوا بعض المغابر وصوروا فرنسيين وناس غيرهم يمشوا برا دي دا دين الاسلام والله يتسي له واشو عرضوا الكلام دا قالوا دا دين الاسلام دا هو الدين كده يا جماعة هس انا ودار اقول لي زول خلي الاصنام وخلي عبادة الله عبادة غير الله عفوا خلي عبادة غير الله سبحانه وتعالى دار ادعوي يخلي الاصنام دي ويجي يسلم اقول لي خلي الاصنام وامسك في القبة ده حجر وداك حجر الفرق شنو يعني دار اعرف الفرق شنو خلي ما ما تبقى نصراني ليه لانا كنتو بتغلو في عيسى عليه السلام في المسيح عليه السلام كجانب يعني طيب نبقى معاكن اتو اتو بتغلو في المكاشفة والكباش يا خير ياتو ادعوي ياتو